دكتور ممكن ترجع تاني دوالي الخصية ولا هي ممكن مرة واحدة؟ لو تعملت مظبوط بالطريقة الماكروسكوبية ما بترجعش تاني بالجراحة الماكروسكوبية في حاجات طبعا بالجراحة القديمة أو بالأسطارة والكلام ده طبعا ما يقدروش يحقنه الأوردة مظبوط فبترجع بسرعة لكن بالجراحة الماكروسكوبية ما بترجعش لكن أي زوج عنده دوالي في الخصية يعني هقول مستحيل أنه هو ينجب ولا ممكن يحصل إنجاب؟ لا ممكن ممكن يبقى فيصل السائل المنوي ممكن يبقى عنده دوالي والسائل المنوي سليم أنجب بعد كده أنه نقول حنتابعك لأن الدوالي ممكن يحمق مراته تحمل في أول طفل وتدريجيا يبتدي السائل المنوي يضعف مش عشان دي أخطر حاجة مش عشان مراتك حملت في أول الزواج يبقى خلاص دي نقطة تانية بقى اللي هي إمتى نذهب لدكتور الزكورة اللي ما بتحصلش للأسف إن الزوجين يتجوزوا ويحصل حمل أولاد الطفل ويتأخر بعد كده ما فيش حمل بقى لا أنا خلاص مدام أنت حملتي خلاص مرة يبقى أنا السائل المنوي بتاع إيه لا يمس يبقى أنت اللي كبرتي أنت اللي كبرتي أنت اللي تبويض ضعيف روح الدكتور النساء أنا مبروح أنت خلاص مش كده أن الدكتور النساء بيطلع أن التبويض عندها ضعيف للأسف أو تقعد تاخد علاجات أو تعمل منظار يجي بقى الزوج يعمل تحليل نلاقيه واقع تحت خالص يقولي طبعا أنا مراتي حملت في أول الزوج أه طبعا لأن الدوالي الطفل دلوقتي عنده 8 سنين أو 9 سنين أو 10 سنين فطبعا السائل المنوي نزل فيه بسبب الدوالي أكيد يعني دكتور دايما حضرتك مرارا وتكرارا بتأكد أن التدخين يعني شيء سلبي جدا للإنجاب والسكر والدوالي يعني حالك حاطت دايما التدخين زي وزي الأمراض اللي ممكن تكون موجودة زي السكر والدوالي والضغط والضغط طبعا تفعل ضغط بيأثر علاقة زوجية جدا وخصوصا لو مش متزبط كل الحاجات دي بتأثر علاقة زوجية بسيحنا محتاجين دايما الزوج والزوجة يكونوا موجودين لأن الزوجة زي ما حالك قلت أكثر دقة وأكثر صراحة ما عليش أنا آسف يعني للأزواج للأسف إحنا بنعرف معرومات كتير من الزوجة لأن الزوج بيبقى صعب عليه أو يعترف بفكرة مشكلة العلاقة الزوجية دي يعني ما بيرداش يعترف يقول لي أنا كويس لا أنا بكتمع مثلا بتكون مرة في الشهر طب أنت كده مش هتخلف لو مرة في الشهر طب يا دكتور خلينا نتكلم عن فكرة مثلا لو الإنجاب بتأخر شوي واكتشف أن فيه مثلا سكر هل لو أنا زبطت السكر فترة ونزلت في المستوى الطبيعي خالص سواء السكر التراكومي أو السكر العادي اللي بتعمل كل يوم في الفطار وفي العشا ممكن يحصل إنجاب في الفترة دي وحتى لو بعد كده يرجع يعيه على تاني يعني فيه ناس تقوله يعني ممكن نساء يتقوله طب خليني بس يعني يحصل حمل وبعد كده اعمل اللي انت عايزه لو انت مش خايف على نفسك خلي بس يبقى فيه طفل بس هو دي نظريا صح بس طبعا ما بننصحش بيها لأنه هو في الحالة دي حتى لو أنجبت لو السكر رجع بس تاني العلاقة الزوجية حتبوس تماما حتى بعد وقتبع هنا المشكلة أكثر نحن يبقى معهم أطفال وبيبقى الحل الوحيد هنا عملية جراحية يعني العلاج الوحيد للضعف العلاقة الزوجية في وجود سكر أو تدخيل إن احنا لازم نعمل له العملية جراحية نحن نعمل الدعام نصيحة حضرتك للمقبلين على الزواج يا دكتور ما نفرغش المفهوم ده من مضمونه وناخده جد ونروح للدكتور في أقرب فرصة نسأله في كل حاجة بإلقنا أو عاوزين نتعرف عليها ونعالج أي حاجة عندنا عشان الوقاية خير من العلاج